السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا ايه ابراهيم النهاردة ان شاء الله هنعمل خاتم الفايبر ده يلا نبدأ هرسم الاوتلاين باستخدام تيرف بعدين هعمل إليبس ونعمل بروجيكت على السيرفاس وهدلت ده بس كده كده احنا عملنا حركة المنزيل هن هعمل ربيلت بعدين سكيل 3D ونحركة هنا وبعدين لفت نجل جزء الفيونكا هرسم الاوتلاين ونعمل ربيلت ونغير شواية في الخط هرسم الاوتلاين ونعمل ربيلت ونغير شواية في الخط بعدين هرفع نقاط الفيونكا هنا زي ما عملنا قبل كده في الفيديو ده اشتركة هزهر الصورة محتاجة زبط الفيونكا أكثر وبعدين تعالوا ننقلها للسنتر ونعمل روتيت كوبياس زي ما انتم لاحظيني الفيونكا من هنا أعلى شوية من التموجات ده فهنزلها شوية من هنا وهرفع الفيونكا كمان شوي هضمها شوية من النص هرسم خطا بالطول من الفرنت وهوصل النقاط بالخط ده هرفع نهاية التموجات دي فوق شوية هدلت سرفيس الفيونكا وهعمله تاني بس باستخدام سويب تو علشان يبقى مزبوط اكتر فهرسم خط هنا ما بينهم ونعمل سويب تو ملاحظيني الفرق السرفيس بقى أفضل كتير بس هنا هو واخد بومبي بسيط وعمل اكستراكت ايزو كيرب بعدين ربيلت ونحرك النقاط شوية ومرة كمان نعمل سويب تو هختار هنا بوينت علشان تطلع سرفيس واحد بس كده ونعمل روتيت كوبياس تعالوا نبدأ بقى في البطر هعمل سقوش بعدين افسد واحد وهعمل سبيلت للخط ده بعدين ربيلت ونعمل ونعمل علشان الخط يكون مكمل معي نعمل البطر هرسم خط بعدين هعمل افسد ملتوبلاي نكتب المسافة ونكتب العدد بعدين روتيت كوبياس هيا خط كوبيم ده البطر هنا ونعمل ونعمل ترمل الزيت بعدين بروژيكت افسد بعدين سقوش بك قبل ما اعمل بايبل بطر هنضف السيرفس فاعمل افسد لخط ونعمل سبيلت للخط هنا ونعمل ترمل الزيت ونعمل بايب ونعمل بايب الفينجاه اما الخطوط البيب ا fuss ونعمل بايب ونعمل بايب بعدين هاخد البترن فوبي ونعمل بروجيت بعد كده نعمل في لوق اللونج سيرفس نعمل دابليت وعليشان الوفيس يشتغل معي محتاجة ان اعمل سبيلت للخط هنا وهنا بعدين اعمل سبيلت وبعدين نعمل سبيلت هعمل قصة سيرفس بوز سايد بوينت ففتين وهعمل بول البترن على السيرفس علشان اشيل اي زيادة وبعدين بايب و بوينت سري نعمل بايب حوالين الفيونكة بوينت سري وعدين هعمل سببورت يربط بين الفيونكة والتموجات عن طريق اننا هرسم خط هنا بعدين بايب علشان يكون سببورت بابل وهنا كمان ونعمل روتايت كوبياس في انا زيادة هدلت النقطتين دول تمام بعدين هرفع وش الخاتم فوق ومن الفرونت هعمل الرينج سايز بعدين هرسم خط من الميت بوينت واحد وهرسم ارك كده بعدين جوين ونعمل سويب ون رينج هحط البترن هنا باستخدام كريات يو في هحط البترن هنا ونعمل مرور ونعمل بروجيكت ونعمل بروجيكت مع دين ابلوي يو في هعمل بايب او بوينت سري ومن بره هعمل بايب بوينت فايف ومره كمان من جوه هعمل بس من تحت هعمل تتوقيت باستخدام نقوم بايف او بوينت سري بس كده وبكده نكون خلص بطلا وليس أمرا اعمل لايك وشارع عشان غيرك يستفيد وولينا رأيك في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة